بعد خلوج محمد عبد المنعم كل الناس كانت شغلة بالها هو مرسل كلها راي عمل ايه فيه ثلاث حاجات بيعملوا محمد عبد المنعم بما انه كان المدافع الافضل على صعيد الكواليتي داخل القرى رقم واحد المسك او الكاتشنج ازاي هو بيتولى رقابة المدافع اللي معاه رقم مهاجم اللي معاه رقم اثنين الصراعات الهوائية او الارضية رقم تلاتة عملية البناء والخروج بالكرة اللي كان كله جمهور النادي الاهلي متخوف منها ليه لان سواء عملية الصراعات الارضية او الاهوائية او الكاتشنج المسك والرقابة عموما ياسر موجود بيعملها بشكل ممتاز اشرف داري مدافع شارس جدا لما يدخل كمان مع الفرقة فهما مش متخوفين من الحتة دي مشكلتهم كانت في عملية الخروج بالكرة ازاي الاهلي بمدافعين ما عندهمش نفس الجودة في الحتة دي يبتري يحل القصة دي لما بترى مرسل كلها ريفكر في الحلول في عملية الخروج بالكرة لانه عارف خلاص الناس تضغط عليك من فوق علشان جودة الخروج بالكرة مش تبقى زي الاول فيما يتعلق بقل بين الدفاع رامي وياسر او ياسر واشرف او رامي واشرف داري او حتى يوسف كل يوسف افضل ومشوهاية في الحتة دي لكن لسه مش يلعب دلوقتي فايه الحل تعال نشوف تعال نشوف ايه الحل للراجل اللي ابتدى يقلب بيه شكل الملعب وابتدى يدي الحرية المين عشان ابتدى يعمل ده بص مين اللي عيب اللي في اخر الملعب فوق خالص اخر الملعب فوق على شمال في اعلى الصورة مراوان عطية اقرب واحد للحكم المساعد دي بالمناسبة عملها مارس الكولر في نهاية الموسم الماضي وعملها كابتن حسام حسن بمراوان عطية في مباراة كاففردي ان هو بينزل تالت في وسط الملعب او يروح يغطي ناحية الشمال ويستلم الكرة اتكررت النهاردة ست مرات في عملية الخروج بالكرة ان مراوان بينزل تالت وبيدي الحرية ليه حياتيها طلعه انه يعمل فيفتح الملعب تماما فيسمح ان انت يبقى عندك لعيد تالت بيعرف يخرج بكرة بشكل ممتاز قراراته في المرور تكون افضل بتاعته والسكانينج اكيد افضل من رامي ربيعة وياسر ابراهيم فمراوان عطية بص اللعب مر والكرة دغرت مرة واثنين ولسه مراوان هو اللي فتح الملعب في اقصى ناحية الشمال بيكسب لعيب زيادة قدام اللي هو يحياتيها طلعه مع امام وحسين وساعتها يقدر كمان يشتغل بامام في العمق لو يحياتيها طلعه فتح الملعب وبيستخدم مراوان اللي جودت الخروج بالكرة عنده ممتاز ورغم الضغط باربع لأيبان فرق الجرماية وقدر يخرج بالكرة دي تعالوا نشوفوا واحدة كمان بعدها نفس القصة ونفس الحالة باستخدام مراوان عطية عشان يعمل الريبليسمانت في النقطة التالتة او عملية الاحلال في النقطة التالتة لعملية الخروج بالكرة لقصة محمد عبد المنم فلما جيت حل النقطة دي تقاها دي واحدة تانية في الخروج بالكرة برضو تلتة لعيبة مين اللعيب اللي فتح اقصى اقصى لشمال مراوان عطية مش هي حياتيات الله علشان يدي الستريتش ويدي القدرة على الخروج بالكرة بشكل جيد مرسل كولر دور في فكرة برا الصندوق تماما انه انا مش اعتمد بس على قلبين الدفاع لاني ما عنديش جودة الخروج بالكرة اللي كانت موجودة على محمد عبد المنم هستعيد عنها بمرارة عطية يقدر يحلي الازم لكلها